أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد انقطاع طبعا خفيف عنكم شهر رمضان كنا بدايته معاكم لكن الظروف سفري وأعمالي بعدتني عنكم شوي كثيرين محبي جنة الأعشاب هذا البرنامج واللي بتابعوا قناة أور الفضائية يقولوا وين حسن خليفة حسن خليفة موجود وحسن خليفة دايما على هذه القناة وأنا التزمت أمامكم أنه أنا ما أظهر إلا على قناة أور الفضائية بإذن الله سبحانه وتعالى تعداد القنوات لخبطة للناس لكن قناة عم بنعاد البرنامج بنكون معاكم لايف على الهواء وبنعاد بعد منتصف الليل وبنعاد تاني يوم هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى لألكم اللي ما بشاهدنا مباشر بإمكانه أنه شاهدنا بالإعادة بالليل وبإمكانه أنه شاهدنا باليوم التالي إحنا حلقتين معاكم بالأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى على الهواء مباشرة غير الإعادات فبالتالي أنا ملتزم مع قناة أور الفضائية هاي القناة الكل بشاهدها اتغير ترددها الآن ما عنا ضعف بالشاشة ولا بالبرنامج إن شاء الله برنامجنا دائما قوي والقناة قوية بإذن الله سبحانه وتعالى وتردد معروف وسهل لكل الناس حتى للرسيفرات العادية بإمكانهم يجدوا بإذن الله سبحانه وتعالى إذن حسن خليفة خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين عضو المركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي معاكم على الهواء مباشرة كل يوم أحد الساعة السابعة بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية الساعة الخامسة بتوقيت المغرب العربي وأيضا يوم الخميس على الهواء مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى ترتيبنا حلقتين الأحد والخميس حتى الكل يستفيدوا هاي القناة مقدمة لنا ساعتين لايف وساعتين إعادة لبرنامجي بالليل وساعتين في النهار فبالتالي إخواننا حتى بالمغرب العربي اللي يتابعونا ويتصلوا على البرنامج دائما يعرفوا مواقيت هذا البرنامج من مؤلفاتي كتابي جنة الأعشاب هذا الكتاب المشهور والمعروف في الوطن العربي مش بالأردن لوحدي كتابي علاج العليل بالطب البديل شوفوا هالاسم علاج العليل مين العليل لما خلى لا دواء ولا دكتور ولا غيره فيه من الوصفات اللي بتساعد بإذن الله سبحانه تعالى للتخلص من الكثير من المشاكل أيضا كتابي النحافة والجمال هاي مصيبة في الوطن العربي يا إما نحيفة نحيفة يا إما دفدوبة مش عارفين شو الحل نحكي لهم خففوا الخبز وخففوا الرز يا ناس يقول لك والله أنا أخذ كابسولات وما خليت ولا عشبة وما عم بنزل من وين يختي أنت بدك تنزلي وما شاء الله نازلة في هالحلويات وتشاطري قدام النسوان وتصوري على الفيسبوك وعليوتيوب شو طابخة من وين بدك تنزلي والله ما تنزلي النحافة تحكي لك أنا ما بسمن طيب أنت كيف بدك تسمني وحديدك نازل وشهيتك مقطوعة للأكل ومش فاحص الغد الدرقية ما أنت مراجعة طبيب وعارفة أنت عمالك بتاكلي لكن ما عم بستفيد جسمك ما عم بيكسب فبالتالي لو إحنا عدنا للسبب أو لو نعرف السبب بطل العجب سمنا صحيح في نساء بتعمل رجيم بتلتزم بحمية ما بتكون فاحصة الغد الدرقية في عندها كسل بالغد الدرقية ولا لا هذا لازم يوجهها الطبيب المتخصص يعرف ليش هي فعلا ملتزمة بالحمية بعيدة عن الخباز بعيدة عن السكر بعيدة عن الحلويات بتتناول الشاي الأخضر بتنام كويس لكن مشكلتها أنه بدل ما ينزل وزنها مع اتباع حمية وزنها ثابت مين فكر بهذه الأمور ولا أنتوا تفكروا كل وصفة للسمنة بتفيد ما بتفيد كل الوصفات أبدا ولا كل الكابسولات اللي بيعضوها على المواقع وممنوعة طبعا إلا بترخيص لكن ما بتعرف شو سبب السبب الحقيقي لعدم انزول وزنها لو تابعت طبيبها وعرفت إيش المشكلة أفضل والله مفروض كل واحد فينا أنه يعرف شو مشكلته دايما يعني أنا دايما في حلقاتي أحكي أخي يا بطني الناس تتصل تحكي عندي آلام بالمعدة طب شو عرفك أنه هون الآلام بالبطن أنه من المعدة انت شخصت فحصت عندك فطريات عندك بكتيريا عندك قرحة بالمعدة عندك مشكلة بالقلون عندك قلون عصبي عندك مشكلة بالمرارة آلامها بالبطن وبالكتف من الخلف عندك مشكلة في الرئاتين عندك مشكلة بالطحال عندك زائد الدودية منين بدي أعرف أنا المشكلة وأشخصك اللي بشخصك طبيبك طبيبك كل منطقة فيها طوارق كل منطقة فيها طبيب بإمكانه أنه يشخص الحالة إذا كان شاطر بيعطيك السبب مباشرة بعدين إذا أخذت علاجك بعد تشخيص الحالة وما استفدت أهلا وسهلا بنعطيك وبنساعدك إحنا بنساعد فقط إحنا ما بنشافي اللي بشافي رب العالمين أجدادنا زمان كانت كانوا يتعالجوا بالفترة وبالمجربات كانوا يتناقلوا المجربات اليوم أشوف أنا العلم رجع للأعشاب لكن للأسف كثروا المشعوذين يعني أنا أقسم بالله ولا على شاشة فضائية عمرني بحياتي قرأت آية قرآن تعرفوا ليش ما أحب أدخل أنا أمور الدين في برنامجي لا أحسن يصير يحكي لك يا حزن خليفة بكرة تبيعنا خواتم ولا تبيعنا بخور وأصلا أنا عندي محلات ما فيها نقطة بخور ولا أدخله في محلاتي أبدا بحافظ على اسمي بحافظ على المعلوم اللي أنا بقدمها للناس مش أنا خبير الأعشاب أنا كني مسحورة يختي كنا مسحورين كنا معمولين عمل هو الناس تاركى حدا بحاله اليوم والله يحزد الطفل الطفل هو بسريره اللي بتضرب الشعر بالعين اللي بتضرب الوجه بالعين اللي بتضرب الجسم بالعين اللي بتضرب في الفرح بتضرب الفسطان بالعين بالعين تلاقون كب عليه قهوة ولا حالتنا بالويل في الوطن العربي هذي اللي شاطرين فيه مو لقين شغلة الله وكيلكم اللي ضرب العيون اعوذوا بالله لكن انا في برنامج عودت المشاهدين احنا امور سحر بعيدين عنها الله يكفينا شرها و الله ينتقم من كل واحد او وحدة بتعمل لبني ادم الله خلقه سحر افرضوا هذا البني ادم ابني ولا بنتك ولا انا الله ينتقم منه كل انسان بيحاول انه يئذي انسان بالسحر لكن العيون ما نقدر ندعى عليه فيه ناس تضرب عيون والله تضرب عيون الناس هيك تضرب عيون تضرب الهوى هذه مصيبتنا وايضا برنامجي دايما انا بحكي انا خبير اعشاب يتصلوا يقولوا دكتور والله العظيم انا ما انا دكتور يعني اقدم لكم نفسي اني انا خبير اعشاب اتواضع يعني انتوا في الوطن العربي كلكوا فهمانين اليوم بالفلوس تشتري شهادة انا ما اشتري ما عاوز اشتري شهادات ولا انا دكتور لو اعطوني الدكتوراه ما بديها لانه انا اختصاصي هو اختصاصي الحب الله رب العالمين الكثيرين منكم بتابعني على مدار 15 عام على الشاشات الفضائية وما انقطعت من فضل الله سبحانه وتعالى لكن مشاكلنا اليوم المعلومة بتوصلنا حتى واحنا ببيوتنا وفي سريرنا معلومات كثيرة بتيجي للناس عن الاعشاب واكثرها غلط مثلا فوائد الكركم ذكرتها فوائد جدا عظيمة لكن والله له اضرار نعمة من الله الكركم للقرحة والجهاز الهضمي للمفاصل الالتهابات المفاصل فيروسات الكبد بيساعد لكن كثيرين بيحكي لك بيشافي ومجرب وحياة امي وايش احلف لكم بيبعت لكم على الواتس طب هذا غلط فيه ناس كثيرين بتتعارض معاهم بتعارض معاهم الكركم لانه بيتناولوا ادوية مثل ادوية السكر الادوية المسيلة للدم ادوية القلب فبنكون حريصين عليكم مش هو الاعشاب خلاص هي سحر الاعشاب بتاخذ وقت عشان نستفيد منها يعني احنا بنتعرض للكثير من من الاسئلة والكثير من الانتقادات بنعطي واحد وصفة مثلا للبردقوش لتعديل الهرمونات وبتعرفوا البردقوش انذكر بالطب النبوي بياخذ البردقوش ما له اضرار بردقوش عشبة مشهورة في كل العالم بيرجع بياتصل فيك بيحكي لك يا خبير وصفت لي البردقوش لي اسبوع اخذ وانا ما تحسنت شو يا خوي والله لو انك بتاخذ قهوة بعد اسبوع ما جمعت واستفدت من خصائصها انها مهدئة مش هيك الاعشاب لها لها طرق للتشافي باذن الله سبحانه وتعالى وانه تساعدنا وانه تخلص من بلوينة لموجودة انت ما خليتش ولا دوة اليك سنين وبالتالي باسبوع بدك تستفيد انا على احدى القنوات الفضائية تصلت فيه وحدة بتحكي لي عندي مشكلة بالتنفس بنفس الاتصال صار عندها ربو وبعد كمان شوي بنفس الاتصال صار عندها التهاب رئوي شديد شوفوا لولا انا بسأل الناس وبتواصل مع الناس من خلال الاتصال لكن انا بساعد الناس ربما الربو بالحليب والثوم الحليب والثوم دايما بحكي لأعشاب بحكي فوائد الأعشاب بحكي خصائص الأعشاب حتى تعمل الفائدة على الجميع يا اخوان في شكوى بسيطة لحسن خليفة او كانت ممكن انها كانت علي انه انا بعرض منتجات على الشاشة على راسي وعيني انا مسموح الي اعرض منتجاتي على اي فضائية معاكم من الجزيرة للم بي سي للقنوات المغربية والاردنية والعالمية وينما بدي لانه انا منتجاتي مرخصة ومسموح لي اعلن على الراديو والانترنت والتلفزيون وينما بتكوا معاي مسموح لاني انا اعرضها على المرء والمسموع ومعاي كتب رسمية من فضل الله سبحانه وتعالى وايضا منتجاتي فيها كتب اجازة رسمية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عشان هيك احنا ما بنشعوذ انا من خلال هذا البرنامج وبنقدمه من خلال هذه القناة انا بساعد اخواننا انتوا عارفين بالوطن العربي اخواننا بالعراق ناس طيبين عندهم كثير من المشاكل ممكن الناس الفقراء ما عندهم مش انه يشتروا ادوية التهابات او مشاكل المفاصل او السعال او الربو فبالتالي اخواننا في سوريا اخواننا واهلنا في الاردن بفلسطين في غزة عم بيستفيدوا مننا في اليمن في الجزائر عم بيستفيدوا من هذا البرنامج لو بمعلومة بسيطة لو انا ذكرت فوائد النعنع او راق النعنع اقسم بالله اذكر فوائد النعنع روحوا على صفحتي او على قناتي على اليوتيوب وشوفوا الردود واحد ما اريد احكي يعني مبارح يقول لي انت كذب وانا جالس احكي على فوائد البابونج الكل يشكر الوف واحد طلع لي انا اسكت احكي هذا مجنون مخبول مين هو حتى في هاي يسكروا نفسك انه انت تقدم معلومة انا اقدمها لوجه الله انا عندي من المؤلفات عندي خبرة انا ما حكيت انا اتخرجت من امريكا انا زرت امريكا زرت الجزائر زرت تونس لفيت العالم مليش اكم من يوم جاي من اسطنبول من تركيا شفنا الخيرات والخير ونعمة الله وشفنا العطارين وعملنا اللي عملنا وساعدنا الناس العراقيين المغتربين السوريين وغيره والله ما قصرت مع حدا لكن للأسف الا يرموك بحجر لكن انا على موضوع منتجاتي منتجاتي مرخصة احطها امامي ما اخجل هلا واتحدى اي بني ادم ومش عيب كنا نطلع على قنوات وكنا نعرض المنتجات وفعلا منتجاتي هي مرخصة ما عندي مشكلة لكن المشكلة بتقليد منتجاتي اللي قلد منتجاتنا فبالتالي احنا معاكم دائما على الهوى مباشرة باذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القناة اللي بتدخل على بيوتكم وبتقدب لكم معلومة اليوم الناس يا اخوان احنا بحاجة انه حدا يعرفنا بالاعشاب لكن مش انا اطلع على قناة ما اذكر البلد او يخليني اذكر على قنوات مصرية عم بيطلع ايش بيعطونا وصفات مستحيلة وهدفها الربح احنا اقسم بالله ما هدفنا الربح ابدا ابدا انا جاي هلا على القناة من شغلي والله لا مشط ولا ميك اوب زي ما بيخكوا ولا ولا ابدا ولا كل حلقة يتصلوا علي البدلة جاب لك اياها مدير القناة ولا القناة ليش هذا الكلام الفاضي فانتو اللي تكسبوا البرنامج انتو تكسبوا المعلومة انتو اللي انتو اللي بتستفيدوا احنا عنا ان شاء الله من العلم او التجارب القليل وهذا القليل استفيدوا منه القليل وقليل وقليل بيصير كثير فاسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا دايما معاكم انا الحلقة هاي مش راح ااخد اتصالات طبعا لكن للحلقات القادمة يريت انو نضع الارقام بحيث الاخوان للحلقات القادمة يحفظوا الارقام لهذا البرنامج الاحشاب الها خصائص والها فوائد جدا عظيمة اجدادنا زمان كانت تمد اعمارهم سبعين وثمانين وتسعين سنة ومئة سنة وما كان طبيب اسنان ولا يزرع الادراس والاسنان وكانت اسنانهم يموتوا اسنانهم مثل ما هي لا سوس ولا مخلوع ولا غير وغير اللي كانوا يركبوا اسنان الذهب للجمال للنساء والرجال وكان يوشموا هو اللي يعمل الاسنان كان يوشم كمان وشم على الفم وشم على الخد وعلى الايد لكن كانت صحتهم ما شاء الله ما كانت الاورام كانوا الرجال مو خربانين بالاربعين وثلاثين خربانين كان لما يكون عمره سبعين وثمانين سنة ومرته او زوجته تموت يعمل مليون مشكلة الا بده يزوج وكانوا يزوج ثنتين وثلاث واربعة شوفوا اذا كانت صحتهم موجودة وكانت نساء زمان واجدادنا شعر النساء للخصر والله اطول من الخصر وكانت عندهم شغلة حلوة ونا داما بحكيها انه كانوا يجدلوا الشعر جدائل جدائل ضفاير فما كان يتكسر لانه كان غذاهم صحيح اصلا وكان نوم صحيح كانوا يناموا يشبعوا نوم ويصعوا بكير مش احنا نصح الساعة تسعة والساعة ثمانية ونقول والله انه للسمان نعم ما شبعت نوم ولا اخذ كفايتك من النوم فبالتالي طول انهارك ذبلان عندك هزال وعندك تعب وكانوا يشربوا ماء الفخار الطاقة وكانوا يهتموا بشربة العدس كانوا يدخلوا الثوم دايما في اكلهم في طعامهم والبصل وروح كل بصل وروح ابتصل احنا ما شاء الله علينا اذا ودينا ابننا الصغير على المدرسة برجع شو مالك مش حافظ الدرس قال ما اشوف ما يشوف لازم نظارة طفل من التليفونات والببجي والالعاب وما اشبه اختلف اختلف الوضع صحة بنيت ادسام ما في مثل زمان فبالتالي حتى صحة النساء حتى كانوا يضربوا الامثال في وجه المرأة وجمال عيون المرأة اليوم احنا بدنا غصب عنا نتغزل في النساء تعرفوا ليش عيون بتجنن بتهبل لكن مش عيون طبيعية ابدا عدسات كل شوي لون رسم حواجب تعرفوا رموش هيك الرمش ومش رمشها ما ضل احنا ما نحكي عن ناس الفقر اللي بنفخ خدود لا ابدا لكن اختلف الوضع فيش حليب طبيعي فيش بيض طبيعي بلدي ما فيش دجاج بلدي ما فيش لحوم بلدية مية بالمية فبالتالي يريت انه يعني ما احكي يريت انه نعود للقرى يريت انه نعود مثل الفلاحين نكسب صحة احنا في المدن نموت موت الفجأة نفسيتنا تروح يطلع لنا حبة صغيرة نصير نحكي والله اخاف انها سرطان صنع تخوف من شبح اسم سرطان مرأة صدرها بقالمها او بيسخن او بيصير قاسي بتحكي لك عندي مشكلة ما بتنام تتوسوس هذا اللي حاصل لانه هذه الحالات منتشرة احنا ولا شارع بنعرفه ان كان في سوريا ولا في تركيا ولا في الخليج ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا وين مكان الا بنعرف انه جارتنا اخذوا شالولها سرطان في الثدي هذه مشكلة سرطان الرحم غير الرجال والنساء سرطان القلون طب من وين اجه هذا ما كانت هاي صبية وتنمو صحتها كويسة ومبسوطة وتزوجت وخلفت ولاد بالثلاثين خمسة وثلاثين طلعنا هذا السرطان هذا الشبح طب اجدادنا ما كان عندهم كان الواحد يخلف مو مثلنا اليوم ولدين وثلاث كان ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة اقسم لكم بالله الرحم شو يحمل المرأة شو تحمل هو شاشة العظام هذه جديدة هو شاشة عظام جديدة تعرفوا ليش اكل اندومي شبس شوكولاتة فش اشي يمدي عظامنا بالقوة يخليها صلبة وحية والمشروبات تعرفوها المشروبات اللي انا احكي له شاشة العظام غير الكلا وغير البلاوي اللي تسببها لأطفالنا ولأولادنا لكن شو بدنا نسوي هذي ايام زمان اليوم انا حبيت انه احكي الاعشاب الها محاذير والها مقادير على سبيل المثال الكركم لا يؤخذ منه ملعقة كبيرة هي ملعقة صغيرة على كوب من الحليب مرة باليوم لمرتين باليوم مش كل شوية اسمعنا انه الكركم فوائده جدا عظيمة خلينا نحط ملعقة من الكركم على كوبها الحليب واشرب يا ولد خلينا اطيبه بسرعة ابدا وكثيرين من الناس بيتناولوا لأدوية بيشتري مضاد حيوي الدكتور بكتب له مرة الصبح بعد الاكل ومرة قبل النوم بعد العشاء بيقول لك ايه وانا بده رد عليه انا عندي التهاب ما خلص عرفت انه عندي التهاب خلينا اخذ الصبح وحدة والظهر وحدة والعصر وحدة وبالليل وحدة واذا صحيت بالليل كمان اخذ وحدة خلينا اطيبه بسرعة هدولة 12 حبة متى بدي اخلصهم ما اتحمل لا خلينا ادبهم مرة وحدة كثيرين حتى شرب القهوة احنا ذكرنا من خلال هذه القناة فوائد القهوة العظيمة لابداننا القهوة هي بذرة الها فوائد والها خصائص والها موانع الها موانع فبالتالي خلينا نعود للحلقات اللي انا دائما كنت اقدم فيها الشيء الصحيحية موجودة في قناتي قناة جنة العشاب على اليوتيوب كل شيء مفيد بعون الله سبحانه وتعالى لكن اذكر كمان مرة انا هاي الحلقة حاب انه تكون حلقة تنبيه وتنويه للجميع انه الكثيرين من الناس لا يمكن تدخل المعلومة لراسه مهما حسن خليفة ظل يحكي من 15 سنة لليوم يخوان كثيرين من العطارين بتوصلوا النساء بتحكي له والله ابني منام بارح من السخونة ابني عنده مشكلة بالمعدة ابني كذا يخوان الاعشاب هذا طفل بطور النمو تمنع عليه الاعشاب او اي وصفة او اي خلطة والله حتى العسل مسموح للاطفال ما بعد السنتينية تناولوا انتو مش تشوفوا الاطفال كثير من الحليب وهو يرضع ما بيناسبه انتو بتعرفوا انه الاطفال اذا ما ناسبوا الحليب بيستشير الطبيب عشان يغير له نوع الحليب صحيح ولا مصحيح فبالتالي ما بالكم هذا الطفل والله معدته بعدها مش شغل طبيخ كيف لا تعطوه وصفات من الاعشاب واخذها العشبة وتوكله على الله يام محمد حتى التاجر بالاطفال الاطفال يمنع اعطائهم اي وصف من الاعشاب لانه احنا حذرين عليكم والله حذرين وحرصين عليكم من خلال هذه القناة ومن خلال هذا البرنامج برنامجنا هذا برنامجكم بيدخل على بيوتكم لكن والله لو القليل من النعناع القليل من اليانسون من البابونج هذه اللي تعرفيهم وتعرفهم جدتك وامك سهل مش مؤذي البابونج مش مؤذي اليانسون مش مؤذي القليل من الحلبة لكن انه نعطي الاطفال علاجات ممنوع علاج اصلا انه نعطيه علاج ممنوع هذا يختص فيه طبيب متخصص طبيب دارس فهمان يروع عليه الطفل يشخص حالته يعطيه علاجه نخلص من المشكلة نخلص من المشكلة يحكي لك ام فلان ايدها ما شاء الله عليها يختروح الى ام فلان بعدين المرأة الحامل لا يجوز اعطائها اي وصفة من الاعشاب نهائي انا قاعد او جالس اخليكم بس تشوفوني مشكلة العشابين والعطارين البعض يشن علي حرب يقول لك شو بدك فينا ما هي جاي حامل خلينا انا اعطيها وبيع وترزق يا رجل شو بدك بهالرزقة والضر الناس هذه مرأة بداخل بطنها جنين بحاجة لعناية بحاجة حتى الطبيب لما تروح عليه ولا ما بيعطيها ادوية طبيب وفيه ادوية ما بيعطيها ما بالك انت تعطيها كابسولات وتقولها خفي والله شايفك اسمينها يا فاطمة وتعطيها كابسولات للتنحيف وهي مرأة حامل ببطنها جنين عم بينمو واللي بتاكله بيستفيد منه جنين جنينها فبالتالي بدك تنحف الجنين في بطنها بدك تضرب لها الكليتين هاي بحاجة لقطرة ماء في بدنها مش بحاجة انه ننحفها هي لو بدها تنحف دارة بالها على حالها من الاول كثير من الاعشاب مجهضة مجهضة كثير 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 اتخلي الجنين ينزل يسبح الله وكيلكم ما في شيء في الطب البديل اللي انذكر لكن حرام اعتبرها اختك اعتبرها امك اعتبرها جارتك اعتبرها انسانة عزيزة عليك لا تغشها وتعطيها اعشاب وهي مرأة حامل ممنوع ايضا عشان انا اطلع معاكم بالحلقات القادمة تكونوا فهمانين انا اللي اقصده كبار السن بروح بعمل عملية بالقلب بظل متوسوس عنده ست سبع ادوية بيتصل عليك على البرنامج بيحكي لك ايش العشبة المفيدة للشراين يا رجل ما انت حطولك شبكات في شراينك رجعت والله احسن مني لكن الطبيب ما اعطيك ادوية لقلبك و لعضلة القلب و مدرات بول و ما اعطيك اسبرين او موسيلات دم كثيرا من الاعشاب بتتعارض مع هذه الادوية بتتعارض فبالتالي يكون حريص طالما انت عملت عمليتك و طلعته بخير سلامة وسلامة و قلبك ما شاء الله عليه و بتتابع طبيبك في الشي واحد عاقل الا بيراجع الطبيب بعد العملية و بكون طبيبه معروف اي واحد فتحوا قلبه او عملوا له تنظير و عملوا له الشبكات الا بيراجع طبيبه و بخلص دواب بيراجع طبيبه برضو الا اذا كان ما بدوش انتم على الطبيب بدو يدور على الخلطات اما الكثير من الاعشاب مفيدة للقلب لكن نحرص على المدة اللي نتناول فيها الاعشاب نحرص على الجرعة نحرص انه انت ما بتتناول نحرص انه ما بنتناول ادوية بتتعارض مع هذا مع هذه الوصفة فبالتالي احنا ان شاء الله بنكون بخير وسلامة و عافية للجميع موضوع الكابسولات كثير من القنوات الفضائية طبعا احنا ما بنعرض هذا للعلم ما في سياسة تعرض منتجات عنا بالقناة انا اعرض منتجات الحلقة القادمة ما تفرق عندي لانه انا كل شيء صحيح عندي ابدا كان كتبي مرخصة او متاجاتي مرخصة و عندي محلاتي مرخصة و عندي ترخيص ايضا ببيع المكملات الغذائية والحمد لله رب العالمين والزيوت الطبيعية والعسل الطبيعي كله مرخص لكن المشكلة انه احنا بنتابع بالقنوات الفضائية انا ما اقصد الاردنية امور ما بصدقها العقل خلال 15 يوم يا اقرع يا اصلع استخدم هذا الزيت وشوف شعرك كيف بصير يعني واحد يا اخوان صلع عمره 40 و 50 و 60 سنة من وين بده يطلع له شعر واشتري علبتين والثالثة زيادة كمان يعني العلبة مش كفاية اذا بدك تشتري علبة مش كفاية بده يعطيك تنتين لا تروحوا لهذول القنوات بحيث انه هذولا دخلهم سريع بشتغلوا بالمنتج الصيني بشتغلوا بمواد كيموية غير مرخصة تجعيد باسبوع واحد عمره 80 سنة يعني اقرأ والله انا صدفة مبارح يعني انا مو مجهز اصلا الحلقة وانا جاي من شغلي والله دخلت قبل خمس دقائق الله وكيلكم او تلت دقائق جلست على هذا الكرسي يعني عمرك 80 سنة وتجعيد واخدود وهدولة رايحين ورقبتك وقسم لي وجهك نصيا قبل وما بعد وبسبعة ايام ارجعتي وعمرك 40 سنة ايو والله الله ما قالها والله الله ما قالها واشتري علبتين والثالثة لجارتك زيت النمل هو النمل بيطلع زيت لعدم نمو الشعر فيه زيت السعد فيه الكركم مع معجون الاسنان احنا نعطيكم الشيء اللي بيساعدكم طالما المشكلة داخليا اللي هي لخبطة بالهرمونات او تكيس او تكلس على المبايض او ودة درقية طبعا بيضوا يزيد الشعر على جسمنا على جسم النساء على المناطق الغير مرغوب فيها ايدين ولحية ووجه وهذا ما بنرضى لنساءنا هذا لازم له حل والحل موجود فيه الكثير من الكريمات المرخصة مرخصة مدروسة ومعروفة لجنة اطباء ومختبرات والحالة حالة لا تفكروا الترخيص سهل ابدا والله تطلع عيونك لما ترخص انت كريم فما بالكم انه نتابعوا ايش حنودي لأي دولة بالعالم وزيت الحشيش وزيت الحية الله يقتحها الحية اللي بتطلع زيت انا اي حية بتطلع لكم بدي ألم لكم حياية او افاعي الوطن العربي وطلع منهم زيت الناس مخة مش عارف ايش هو والحشيش هو بطلع منه زيت هو شو المقصود مش الحشيش الحشيش اللي تشوفوه بالشوارع هو الحشيش المخدرات هذا هو كان الهدف لكن زيت حشيش طب خلينا نحشش معناته فيه بدأ ما نحطه على شعرنا فيه تركيب كثيرة من الزيون ما له زيت الارغان ما له زيت اللوز الحلو ما له زيت الكتان ما له زيت الخروع الطبيعي اللي له خصائص وفوائد جدا عظيمة لجلبنا ولأبداننا يا اخوان فيه شركات كثيرة محترمة وبتحافظ على اسمها ومرخصة هذه الزيوت تجدوها حتى بزيدليات الزيوت الطبيعية زبدة الشياء زبدة الكاكاو زيت الأوليفيرا زيت الصبار زيت الكتان الزيت الحار هذه موجودة مرخصة كل بلد فيها ترخيص إذا ما فيها مؤسسة عامة الغذاء والدواء فيها وزارة صحة بتكون مسؤولة عنها فيها قسم عن المنتجات لكن احنا بالمملكة الأردنية الهاشمية والله هيك العين علينا كل شيء مرخص أنا عندي 56 منتج مرخص ما شاء الله ومش مصنحهم كلهم ومنهم زيت أو كريم لعدم نمو الشعر لكن احنا نجد انه الأرخص والأفضل اللي هو زيت السعد بنوصفه للنساء بنوصفه لأخواتنا حتى يستفيدوا ما أعرف أنا الشاشة وراي مو متحركة يا مخرجنا إذن الكابسولات أنا ضد أي كابسولة تنباع عند العطار لأنه الكابسول مستيدلاني ولا عنده مختبر لما عب الكابسولة وسكرها عنده هالعبوة مش مكتوب عليها شي بيقولك هاي كابسولة للتلحيف هاي كابسولة لتقوية المبايد هاي كابسولة للصداع هاي كابسولة لمشاكل المعدة قرحة المعدة خلينا نكون حرصين حلقتنا اليوم حلقة يعني نحذر الناس إنه من الأعداد الهائلة اللي عم تطلع وعم تعلن وعم بتجيب كريم وبتحطه على الإيد والرجل بتقولك خلال عشرين يوم إذا كان لحمك متاكل يرجع يبني من إجدين الله أكبر أقسم بالله العظيم أنا ولا في حلقة من حلقاتي حكيت وصفة إنه إنه شيء بعالج السرطان أنا دائما بحكي إنه بساعد وبيفيد وبدعي للناس بعتبر أي شيء أنا بقدم كان الشيح أو الأعشاب اللي بتفيد الناس أو الشمندر أو الزبيب أو التمر إنها بتساعد أهلين لو إنها والدتي لتكون وهي المتصلة لنفس الكلام اللي أنا أوجهه للناس أوجهه لولدتي لو إنه الله يرحمها لو إنها معي على الاتصال لكن في حياتي ما أجي تقول حسن خليفة عالج الإيدز إيدز غير يقول لك لعلاج الإيدز الله أكبر أما إذا طلعنا بعشبتين غريباتي كيف الناس يقول لك حسن خليفة اخترع عشبة ما شاء الله اتعالج السلطان طب ما إحنا بنساعد الناس لو بمعلومة لو حكينا لمريض السلطان ابتعد عن السكر ابتعد عن الملح ابتعد عن المقالي البذنجان أكل الشوارع الببسي الميراندا سيفن أب هذا خير ولا مش خير هذا خير إحدى الحلقات اتهاجمت ومن خلال هذه القناة وما بيعلموا في القناة هاي وفي شهر رمضان حكيت يا أخوان اكثرين إحنا 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 العرب حلوين في طبيعتنا ولو أنه تغيرت العادة كانوا يأخذوا المريض على المستشفى موز وتفاح تذكروا لما يزوروا المريض بالمستشفى صارت الناس تقدم بوكي ورد أو علبة شوكولاتة يخذوها هدية معهم يعني أنهم ها يوم جايين لكن أنا ذكرت بحلقة قلت لهم يا أخوان هذا مريض على سرير الشفاء لما تروحوا عليه كثرين عم بيعملوا هذا الشيء أنه بميل على السوبر ماركت بيشتري عصير عصير برتقال وعصير تفاح طبيعي بتطلع عليه ولا ما هو طبيعي عمره ما شاف إنه هو طبيعي كله نكهات فما بالكم ومواد حافظة ما بالكم هذا مريض في سرير الشفاء أنا أخذ له هذه العصائر لتر جبي له لترين واحد منقة واحد ليمون واحد بوردقان صاروا ثلاثة خديهم حرام وخدي لك كم من كاسة معاهم للمريض بيجيوا ضيوف وكمان بنشربه عشان يصير قوي وما شاء الله يتنشط وانت قاعد بتهدم بصحته ما وديت له أنت عصير طبيعي فرش مثلا لسه لو أخذنا الموز والبرتقال والتفاح زي عجاي الزمان لسه أحصل لنا فالبعض ما عجبوا كلامي وكلامي صحيح بيأخذوا أي شيء وبقدموا له إياه بالمستشفى وبالتالي بدل الرجال وما يستفيد عم بتدمر فبدنا نكون حريصين عليكم صار عندي مشكلة لابد أنه على الهوى أني أنا أتكلم فيها قبل أسبوعين وأنا راجع من إسطنبول من تركيا أول يوم وثاني يوم ما شاء الله الساعة الواحدة ظهرا تم التهكير على صفحاتي خبير الأعشاب حسن خليفة على الفيسبوك وصفحتي جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية هذه الصفحات فيها آلاف مؤلفة من الناس متابعين وبستفيدوا والمشكلة أنه ما في واحد فيهم هاي هاي معاي كلها ناس على باب الله بتفتح هالفيس بتدخل بتجدني على قناة أور أو على القنوات اللي أنا أقدم فيها البرنامج وحلقاتي مقاطع هو شاشة العظام الصداع تنفيخ الخدود فوائد السمسم فوائد الميرامية فوائد البابونج راح مسح كل شيء اضطريت أنه أعمل صفحة مؤقتة لإخواني ومحبي حسن خليفة واللي بتابعه حسن خليفة اسمها الطب البديل على الفيسبوك اسم الصفحة الطب البديل لعله وعسى كل يوم واحد يقول لي نرجع لك الصفحة ونحاول اللي يحاول يرجع للصفحة ثاني يوم يقول لي أنا ما قدرت رسلت الفيسبوك وأنا أعرف بالفيسبوك وأعرف ناس بالفيسبوك وهات هويتك ومين كان معك ومين أصدقائك لكن الآن مو مشكلة الآن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى صفحتنا على الفيسبوك معروفة ومعروفة الاسم اللي هي الطب البديل وتجدوا حلقاتي وأكثر حلقاتي من خلال هذه القناة حاولت أجمع إلا أجمعه حتى الناس وأهلينا يستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى من هالبرنامج من كل الموضوع أنا بقدمه وبستفيده منه حتى لو معلومة بسيطة واحد مريض ومسكين ومرمي بالإفراش استفاد لعل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل فيها الخير والفايدة اعتبروا أنه أبوكم واعتبروا أنه أخوكم واعتبروا أنه ولد من ولادكم هذه صفحة لا فيها خلاعة ولا فيها رقص ولا فيها تطبيل ولا تزمير ولا فيها شحدة وأقسم بالله عمرني بحياتي ما أخذت من أي إنسان مقابل وصفة في حياتي وفي حياتي عمرني ما أخذت من أي قناة فضائية على مدار خمسة عشر عام أي فلس أو أي دلر أو بأي عملة كانت وفي حياتي ما حدا جاب لي ربطة عنق بقناة ولا لبسني محل لبس الخبير من المحل فلاني أبدا والله حتى مواصلاتي للقنوات أبدا هذا مش عب وحتى القناة الآن هذا البرنامج مقدم مني ومن القناة لوجه الله عز وجل إحنا لما نحكي لله هذه مصيبة إذا كنا مخطئين لوجه الله عز وجل لإلكم مش نقصنا شيء عنا محلاتنا وعنا رزقتنا وعلى باب الله كلياتنا وأنتم على باب الله لكن هذه للمعلومة وهذه للتأويل لحسن خليفة لأنه كثير 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 أنا تقاذيت اتقاذيت من الأصدقاء اتقاذيت من اللي أحكي له سري اتقاذيت من المحبين أو بعض المحبين فحس بي الله هو نعم الوكيل أنا في حياتي ما أحب الأصدقاء أخاف منهم وذكرت أنا صديق صديقين كويسين مش صديق تحكي أمامه شيء وروح يضربك بظهرك هذه صفة من صفات صفات الناس هذه الأيام وصلت ثلاث أربع محلات في الحسين جنبي ويعرفوني وين محل حسن خليفة من يعرفه شوفوا يا عيب هذا بأخذ أجر لا والله أجره إلي والله أجره إلي هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة إذن كمان مرة يريت أخونا المخرج إحسام إذا تكرمت إني بس أطلع فاصل فاصل ثواني إني بس المشاهدين يشوفوا تردد قناة أوري الفضائية وتعطيني يا تردد تعطيني التردد يلا ناخد تردد القناة جديد طبعا حتى الإخوة اللي بتابعونا بالفيسبوك الآن ينشروا تردد القناة وكمان مرة بدي أنبه من الأعشاب يا أخوان مش أي زيت لوز حلو هو زيت لوز حلو إذن تردد القناة تسعة خمسة سبعة هوريزنتل هوريزنتل يعني حرف الـ على الريسيفر سبعة وعشرين وخمسمية معدل نلفت عناية السادة المشاهدين أنه سيتم هو تم تغيير تردد قناة أوري الفضائية إلى التردد تسعة خمسة سبعة هوريزنتل معدل الترميز سبعة وعشرين وخمسمية لما بتكضيف القناة والقناة مشاهدة وعلى باقة جدا محترمة على باقة جدا محترمة فيها القنوات الأردنية المملكة والأردن وعمان فبالتالي موجودة على الريسيفرات إذا حتى عملنا إعادة بحث ما بدنا ننزل للتردد تنزل لوحديها اسمها أور تشانل أور تشانل معروفة وشعارها يطلعوننا يا الشباب بشعار القناة حتى تستفيدوا إذن كمان مرة من مؤلفاتي كتابي جنة الأعشاب علاج العليل بالطب البديل كتابي أنت والأعشاب من خلاصة تذكر الدوود داود الأنطاكي وأيضا لا حياء بالعلم الأعشاب الجنسية كتابي الإدمان والمخدرات النحافة والجمال التخلص من الكرش كتابي أيضا ذكرنا الحواج وأيضا كتابي الحجامة إذن هذه الحلقة رح نجدها أيضا على قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب وأذكر كمان مرة أنه صفحة خبير الأعشاب حسن خليفة اسمها الطب البديل على الفيسبوك اسمها الطب البديل ملتقانة في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى يعافيكم أسأل الله سبحانه وتعالى يطرحلكم البركة في صحتكم ويبعد الأمراض وشبح الأمراض عن أطفالنا وعن صبايانا أسأل الله سبحانه وتعالى يهدي بال الجميع وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون مع الفقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحميهم ويرزقهم من نعيمه هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة سلام الله عليكم وروحوا ورحمته وبركاته